سبعون يوما من المشاورات في الكويت لم تفضي إلى شيء أعلن اليوم عن توقفها خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان إلى ما بعد عيد الفطر ليعود المتشاورون إلى الكويت بعد انتهاء إجازة العيد كما لو كانوا يؤدون عملا روتينيا أو يناقشون قضايا ثانوية لا تتعلق بتحديد مصائر دماء الناس وحقوقهم أعربوا عن التزامهم بالمبادئ التالية قبل مغادرتهم للتشاور مع قياداتهم إعلان تعليق المشاورات تضمن التزام الأطراف بسبع نقاط هي السمرار وقف إطلاق النار ونقل لجنة التهديئة إلى مكان قريب من ساحة العمليات وتسهيل وصول المساعدات والإفراج عن الأسرى والمعتقلين والامتناع عن الأعمال والقرارات التي تقوض فرص نجاح المشاورات في التوصل إلى حل سياسي واحترام سرية المشاورات والوثائق المتعلقة بها العودة إلى الكويت في الخامس عشر تموز يوليو مع توصيات عملية من القيادات المرجعيات الثلاث التي شدد المبعوث الأممي على التزام أطراف المشاورات بها إضافة إلى النقاط السبع هي في الواقع نقاط الاختلاف الأساسية بين أطراف الحرب والحوار فالقرار الأممي الذي يلتزم به الجميع لم يجد طريقه للتنفيذ منذ صدوره في إبريل من العام الماضي كما أن ملفات الأسرى والمعتقلين والمساعدات وغيرها من القضايا الإنسانية لا تلبث أن تتحول إلى مصادر دخل أو نقاط قوة للميليشيا التي تسيطر على الأرض فتوصل المساعدات لمن تشاء وتمنعها عن من تشاء وتدخل ضحاياها إلى السجون بالجملة وتفرج عن بعضهم فرادا بشق الأنفس ولا تتورع عن الكذب بأي لسان نطقت سمعنا مؤخرا أن اللقاء المشترك وهو أحد مكونات الحكومة هذه تحدث عن تشكيل لجنة تحقيق فيما يخص إطلاق الأسرى مؤخرا ما موقف الممتحدة من تشكيل هذه اللجنة خاصة وأن الممتحدة تعتبر إطلاق الأسرى إنجاز يحسب لها والله لا أدري ما هي اللجنة التي تتحدثون عنها تعليق المشاورات يراه البعض إعلانا مهذبا لفشلها وسواء تمكن المتشاورون من العودة في الوقت المحدد أم لم يتمكنوا من ذلك فإن الوقائع على الأرض تقول أن الميليشيا لا ترى في المشاورات سوى فرصة ذهبية لإعادة التموضع على الأرض الأرض التي استولت عليها بالقوة ولا تبدي حماسا لفكرة التخلي عنها بطريقة أخرى